الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا من يرى في منامه أن هناك شخص يتحول إلى تمساح علامة على الأزى من ذلك الشخص في الواقع والله أعلى وأعلم تحول شخص أعرفه إلى تمساح في المنام تكون إشارة على الخداع والطباع السيئة التي يخفيها ذلك الشخص في الواقع والله أعلم إذا رأى صاحب الرؤية أنه يتحول إلى تمساح في المنام علامة أنه يبتعد عن الله سبحانه وتعالى كثيرا وأنه يرتكب الكثير من الأخطاء في الحياة فعليه التوبة والأوبة والرجوع لله عز وجل والله أعلم حلم تحول الشخص من إنسان إلى تمساح علامة على السير في الطريق الخطأ وعليه التوبة وتعد المصار الحياة والله أعلم هجوم التمساح على الشخص في المنام علامة أن الشرطة لاحق هذا الشخص لأنه يخالف اللوائح والقوانين والله أعلم رؤية هجوم التمساح في المنام علامة على الأفعال المشينة التي يرتكبها صاحب الرؤية وهو خائف من العقوبة والله أعلم حلم هجوم التمساح على الإنسان علامة على الجشع والخداع في الحياة والله أعلم من يرى في منامه أنه يجري من التمساح ويهرب منه علامة على الوقوع في يد الشرطة لأنه يخالف كثيرا والله أعلم وأعلم من يرى أنه يأكل لحم التمساح في المنام علامة أنه إنسان زكي وفط جدا والله أعلم وأعلم تناول لحم التمساح في المنام علامة على هزيمة الأعداء في الواقع من يرى في المنام أنه يأكل لحم التمساح علامة على حصوله على العديد من الأموال رؤية أكل لحم التمساح في المنام علامة على المكاسب الكبيرة المدية في الحياة والله أعلم وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته